السلام عليكم أخوتي كنتمنى تكونوا بألف خير اليوم عدنا أخبار بخصوص المنتخب المغربي وكذلك سنرى آخر أخبار سوفيان أمرابط وفي الآخر سنذهب إلى انتقال اللاعب سوفيان شاكله واللاعب أنوار أي تلحاج والبداية ستكون مع المنتخب المغربي والتي خرجت عليه العديد من التقارير الإخبارية في الساعات الأخيرة والمفادة للخبر هو أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم والمعروف اختصارا بكومي بيول كي يتاجه نحو استدعاء المنتخب المغربي للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا واللي غيتم تنظيم ديالها في دولة الإكوادور سنة ٢٠٤٤ وهذه أكداته صحيفة برازيليا سميتها غازيتا سبورتيفا بحيث أكدوا على أن أغلبية أعضاء الكومي بول تافقوا بشيكون المنتخب المغربي هو ضيف شرف نسخة ٤٨ من بطولة كوبا أمريكا احنا بطبيعة الحالة الشي اللي كانت منوه كمغاربة ولكن للأمانة المواقع اللي انشرت هذا الخبر هذا ما عندها شي مصداقية كبيرة إلا جريدة وحدة مقربة من المنتخب المغربي نقلت هذا الخبر ولكن قلت واحد لملاحظة وسترولي علام زيان قلت على ديمة الصحيفة المذكورة اللي ذكرتها في الأول وهي كازيتا سبورتيفا يعني أن الخبر غير مؤكد إما تغيت تأكد الخبر نهار غادي يتلقى الجامعة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم باش يشارك في بطولة كوبا أمريكا ونحن بطبيعة الحال كمغاربة الشي اللي كانت منوه أنها تشي ترجم الأرض الواقع والمنتخب يشارك في بطولة بحال كوبا أمريكا رأي شي حاجة كبيرة ولي فكرت ليس شي حاجة مستحيلة رأي من المتوقع أن المنتخب المغربي كون ضيف شرف كوبا أمريكا بطبيعة الحال سوفيان بكل جديد غيبان بخصوص هذا الموضوع هذا دوزل سوفيان أمرابط ولي صحيفة الموندو ديبورتيف والإسبانيا اليوم أحطت عليه واحد المقال والمفادة دياله هو أن نادي أتليتيكو مادريد كان متفائل بشأن التعاقد مع اللاعب المغربي خلال الميركاتو الحالي وحسب ما ذكرت الصحيفة أن فيرونتينا صعبات عليهم الأمر بالخصوص بعد تصريحات اللي دارها جوب بارون اللي سبق لي وانقلتها لكم في الفيديو السابق واللي أكد فعله أن اللاعب سوفيان أمرابط ونيكو جونزاليس ماشي لبيع الخلاصة هي أن نادي فيرونتينا ما بغيش يطلق سوفيان أمرابط نبقى حاجة وحدة يواش سوفيان أمرابط غايوافق بش يجدد معهم بالخصوص أن نادي فيرونتينا عندهم واحد البوند في العقد دياله مع أمرابط ولي كي يعطي الحق لنادي الإيطالي بش يزيد سوفيان أمرابط موسم واحد في العقد دياله يعني غيتم تمديد العقد حتى 2024 بطبيعة الحال أمرابط لكا بغي يغادر النادي الإيطالي رغادي يطلب راتب اللي مرتافع بش يضغط على الإدارة نروز و الانتقالات و البداية مع سوفيان شاكلا واللي وقعه مع نادي فورفينتينا واللي كي يمرس في البطولة الإسبانية الدرجة الثانية بعد ما كن كيلعب مع لوفين البلجيكي نمشي والانتقال الثاني واللي كيخص اللاعب الواعد أنوره يعني غير اللاعب المغربي بلالخ النوس بحيث يتوقع أنور مع نادي قينت البلجيكي بعد ما كن كيلعب في نادي أندرليخت اذا تشيل كين كانت منه وما سيره موفق الجل اللاعبين المغاربة وصلنا النهاية للفيديو كان معاكم أخوكم محمد من قناة فوتفليكس إلا ما زال ما نضميتش العائلة فوتفليكس رجع البطون الكحلة بيضة وهنت معانا صلوا على رسول الله وأستودعكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا وتفائلوا خيرا تجدوا